يعني انتمائهم لازم يكون تركيزهم منصب على يمن واحد طبعا دول التحالف تريد أن يكون هناك يمن موحد تحت راية واحدة بأعدالة للجميع شعب اليمني اليوم محتاج إلى فعل الوحدة الحقيقية أصلا الوحدة لها معاني سامية تقرب بين المنطقتين لأن أصلا ما في فروقات بين الشمال والجنوب هي منطقة واحدة هي أرض اليمن كلها يعني التحالف العربي حريص جدا وكذلك الحكومة الشرع اليمنية على وحدة الأرض اليمنية ولم تسكب كل هذه ولم تهجر كل هذه الدماء اليمنية وكذلك العربية على أرض اليمن لتقسيم اليمن ولكن بل لوحدته والحرص على وحدته وبالتالي أسس الوحدة قائمة على الأسس سليمة وسامية وراءه وآله أيضا تحجد الأمة العربية حالة جدا شوفوا هذا ميزة هذا ميزة العربية الوحدة العربية هذا مبدأ ما يفرضوش فيه يعني أصلاً مشروعية تدخلهم في اليمن كانت على أساس أن الأمة جسد واحد وأمة واحدة ولهذا اتخلوا في اليمن يعني مبدأ الوحدة هذا عندهم راسخ ولا يمكن يفكروا في تفتيت أي بلاد أو يقسموا العرب فوق ما قلتم قسمين لحل الملف اليمني هو يمن شمالي ويمن جنوب اليوم كل الباقي هو تفاصيل سواء بقي أحواتيين في صنعه ولم يبقوا اليوم اليمن الجنوبي يعني لو أراد أن يعلن غداً استقلاله ويرفع علمه الحر التقلي يستطيع معظم أبناء الجنوب ما يبون الشمال تقصبونهم ما يبونكم يا الله حتى هذا غيرت رأيكم فيه الوحدة يعني الذي جيت على أساس تحافظ على اليمن الآن غيرت رأيكم وبعد خمس سنوات من التحالف والحرب والصراع طلع الحل هذا عندكم لحل الملف اليمني هو يمن شمالي ويمن جنوب الله الله على الحلول المبتكرة الله على العقل العربي المتفتح يعني تقسموا المقسم هذا الحل يطلع عندكم أنتم تقسموا البلاد لا هو جالسين تسألوا من الذي تغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر